اللي لابس قناع مفرط الحساسية هو مش بس إنسان حساس يريد نتعامل مع حد رقيق المشاعر يراعي مشاعرنا ونراعي مشاعره مع مساحة من تقبل الأخطاء الطبيعية هو شخص لابس قناع الحساس بزيادة لأنه خايف خايف يتساب ويهمل ولا يهتم بيه فبيستخدم الزعل كسلاح يجذب به اهتمام وتقدير اللي حواليه القناع ده مكلف جدا أول خسارة بيخسرها هو كتر الحزن إحنا لو صحاب أنا لازم أبقى متقبل إنك مرة تهزر معي هزارة سخيفة طبيعي كل ابن أدم خطاء تتأخر علي مرة مرة اعتمد عليك ما تسدش بالطريقة اللي أنا مستنيها فمن الإحسان قول رب العالمين فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين من الإحسان مش بس إن أنا أبقى كريم معاك من الإحسان إن أنا أستحمل غلطاتك فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن ابتغى صديقا بلا عيب عاشة وحيدا اللي لابس قناع مفرط الحساسية حزنه كتير لأنه طبيعي حبيبه وقريبه واصحابه وزميله في الشغل هيغلطه إنهم بني أدمين لكن الحتة دي بيعاقب دايما بالزعل فحزنه كتير مشكلة التانية اللي بتوجهه إن الناس قاعدة معاه متوترة خايف يهزر معاه ويتكلم معاه خايف يحكي له على مشكلة لأنه أبو لمس فأنا مش عارف أقول إيه لحسة نغلط فتزعل فالدنيا تتعكر التوتو ده بيبعد الناس عنك بص مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إزاي كان راسي وكان الناس قاعدة مستريحة فيه يخش واحد على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أعطني مما أعطاك الله فيقول له أبشر حاضر إن شاء الله أول ما تيجي حاجة ديك أبشر قال لقد أكثرت علي من أبشر كل شوية أقول لك الديني تقول لي أبشر أبشر فبص النبي الأصحابه كده وقال لقد رد البشرة فاقبلاها قالوا قبلنا البشرة يا رسول الله فسيدنا النبي عم غسل وشه كده في إناق في ميا فقام الصحابة واخدينه وشربين منه وغسلين وشهم اللي بيحب النبي يتمنى اللقطة دي جدا يا وغسلين وشهم فالسيدة أم سالمة شافت الكلام ده من القضاء بتاعتها فقالت أفضل لأمكما سيبوا حتة من بركة النبي لأمكم أم المؤمنين زوجة النبي أمه سالمة فسابولها حتة كده فغسلت وشها ببركة إيد النبي عليه الصلاة والسلام خدت بقى لك من الراجل اللي داخل على النبي إزاي كان متوتر في نفسه لو سيدنا النبي قال له طب بيس حاضر هديك لما بقى جاهز لا كل شوية تقول لي أبشر أبشر فرفض بشرة النبي وكأنه كان عنده شيء من الحساسية الزائدة إنه عايز أول ما يطلب كل المجلس يبقى في خدمته طب إحنا مش جاهزين لكده ومش قادرين على كده الصحابة التانيين قابلوا البشرة ويكفي إن إحنا بس نخسر وشنا كده بمية شرب منها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالناس متوترة جداً وهي بتتعامل مع الشخص مفرط الحساسية وبالتالي الإهتماب اللي بيدور عليه هيبدأ يفقده دلوقتي ومن الخسائر اللي بيتكبدها اللي لابس قناع مفرط الحساسية وزعله كتير إن الناس بتتعود ما تشركوش في مشاكلها على فكرة أنا لو حد من صحابه بجي حكالي مشكلته بيعمل لي قيمة إنه بيقولي أنا عندي أزمة ومحتاج أخذ رأيك فيها ويحكيلي ويفطفط ده بيقوّل علاقة جداً هم صحابه خايفين لإنه حساس جداً وممكن ينهار منهم لو حكولوا مشكلة بسبب إنه دايماً مصدر إنه بيزعل كتير وبيخاف كتير وبينهار كتير وده جزء من النفور مع إنه بيدور على الاهتمام والقرب والتقدير فلو خدت بالك هو بيدور على احتياج الاهتمام والتقدير لأنه خايف إنه يبقى مهمل لكنه لما ترسخ عنده في شخصية الظل اللي بيحاول يخفيها إنه اللي مش بيزعل بيهمل أم صدر الوش ده الوش ده ضيع الاحتياج اللي هو كان بيدور عليه وهو احتياج التقدير